السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور احمد مجلي سعيد. النهاردة هنشرح الدينت القاستنج اللوي بنقسمها على حسب ايه? ممكن على حسب آآ زمان آآ خالص كانت الدنيا الخيصة فكانوا عاملوا قالك اربعين في المية على الاقل جولد وستين في المية البقية آآ زي الباليديم والآآ 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 بلاتينا المكلام ده كله. بعد كده الدنيا غليت شوية قالك طب ممكن نعمل قال لهي بس قالك آآ خمسين في المية خمسة وعشرين في المية على الاقل منها ماشتردتش ان هي تكون بس لازم تكون آآ الدنيا غليت خالص بعد الحرب العالمية التانية وما بناش لقين دهب خالص آآ ما بناش لقين فلوس الدهب يعني. فابتدينا نلجأ لحلول ارخص اللي هي آآ قالك النسبة فيها اقل من خمسة وعشرين في المية. يبقى عندي هاي نوبل دي كلها بس شرطها انها ربعين في المية على الاقل شرطها خمسة وعشرين في المية على الاقل مشتردتش تكون اقل من خمسة وعشرين في المية طب على حسب بقى طيب وان اللي هي الصوفت طريقة خالص. آآ دي بنحور تحطها الصغنطوطة اللي هي بتزي اللي هي حاجة جوه السنة مش مش عاملة للآآ للقصب. طيب طول لا الميديم دي آآ متعوضة للسترس اعلى زي اللي هي تغطي بتاع السنة. طيب بقت هعمل بها حاجات اعلى زي الكراونز. طيب اللي هي لا هعمل بقى بريتج طويل او هعمل آآ عادة الطاقم. طيب ممكن تقسيمة تالتة على حسب. آآ تقسيمة كده سهلة بقى ممكن اقول آآ نخش نتكلم بقى على اللي هي اربعين في المية على اقل وستين في المية نوبل. آآ دي بتاعتها باللاتينا بليديم سيلفر ما بنقولش عليه لانه بيحصل له آآ فبنقول له عممكن عليه نسميه كلمة بتاعتها بص كده تقريبا مش طبعا مش بنحفظ الارقام يعني بس بالشبه كده دي الف تلاتة وستين دي قريبا منها تسعمائة وستين آآ الاتنين دول اعلى منهم الف خمس وخمس وخمسين الف خمس سبعمائة 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 يعني درج في السماء الفين ربعمائة واربعين واو ليه هقول لك حالا دلوقتي في بتاعته. في الجرافت زي ما حدك شايف فهيت. الكالر بتاعها كل معادة اللي هو اللي يالو والكابر معادة زالك اي مثل فهو آآ اللي هو الوايت يعني. في عيتها ده صوفت وداكتايل طف وداكتايل ده كلهم زي عناصر آآ لازيزة كده في التعامل معنا. كلهم عالين بس لو سيز الجولد ده واطي. الجولد ضعيف كعنصر كده لو جبت بيور جولد وضغطه بيجي هتلاقيه بيتضغط معك بمنتهى السهولة. السيلفر آآ ضعيف شوية بس برضو اقوى من الجولد شوية. عشان كده لو معاك الخاتم فضة هتلاقيه صعب يديني. انما الخاتم ده بيديني بسهولة. طيب نجي للرول بتاعهم بقى الجولد بنحطه ليه? نوبل متل ما بيصديش يبقى ده وده نفس القصة مش هيعمله طرنش وكورجن اهو وده البلاتينام بقى ليه قصة تانية انه بيزاود والهاردنس. اه احنا مش متفقين من شابتر المتالرجي. ان انا اي بعملها بتزاود. اه ليه? لان ابلعب في والقصة بتاعة والكلام ده كله اه راجع شابتر المتالرجي لو انت عايز تعرفها اكتر. بس ان انا في البلاتينام اه اه او الباليديم الاتنين دول عناصر بتعمل اللوي فبتزاود والهاردنس. اللي ريد البلاتينام زي الباليديم شبه البلاتينام ابن عمه. اه بيزاود وبرزيستانش كورجن زيه. بس ليه حاجة زيادة. بيعمل بيخلي الالوي بيضة. عارف الضهب لبيض والالماز والكلام ده اللي كله طلعين فيك جديد الستات اليومين دول. هو ده اللي دهب لبيض. هو يعني معه بليجيم. لو نسبته زيادة عن خمسة في المية يخلي لونها بيضة. بالاضافة انه بيعمل عنصر ضرره مهم جدا. بيمنع بتاع السيلفر. زي ما انا اخد كمان شوية دلوقتي. يبقى ليه فايدتين زيادة. ان هو بيعمل للالوي. وبيمنع بتاع السيلفر. السيلفر هزود عشان بيعمل برضو اللوي فبيزودها. بقى ليه دور مهم جدا. هو جرين ريفاينر. بنحطه مزبط خمسين بير مليون بيبقى جرين ريفاينر. يعني كلمة جرين ريفاينر. الرجاع للشابتر الميتاليرجي لو انت نسيها. الريجيم بيسيح عن درجات حرارة اعلى بكتير زي ما اقول لك الفين ربعمية وشوية. فلما بنحطه مطحون كده بودر سغانطوطه خالص. لما الجولد يجي يترسب اه 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 او البلات اه او الباليجيم بتدي يترسبه لما دوصل درجة الانصهار بتاعتهم او درجة التجمت بتاعتهم يبتدوا يحصل لهم هاردنينج. هيلاقوا الكريستالات بتاعة الريجيم موجودة يبتجي يترسب عليهم. يبقى الريجيم اكت اس نيوكلياس اوف كريستاليزيشن فاللي هي جرين ريفاينر. ينعم الحبيبات بتاعة الميتال يخليها اه سغانطوطة. اه فبالتالي هيزود الجرين باوندرز والجرين باوندرز لما تزيد هتخلي صعبة فتزود. اوكي? طيب اه البز ميتال بقى نتكلم على العناصر التانية اللي في دوي بنحط كبر بنحط زينك بنحط بنحط الكبر درجة الانصهار بتاعته الف تلاتة وتمانين كانت قريبة قوي من الجولد فارد منه بتاعة حوالي عشرين درجة بس. الزنك لأ واقع في الارض والين دي ام والتين وعين خالص في الارض. فايدة الكبر ايه هو? هزود و مهم جدا عشان يعمل للجولد. فبقى كمان شو هشرح لك ايه اللي هو الجولد كبر سيستم وازاي بتاعه. بس الجولد اه مع الكبر مهمين نسبته مهمة. فاهمية الكبر انه هو بيعمل تريتمينت. بريضاف انه بزود سرينس وهرس عشان بعمل اللوي. الزنك بقى لي فايدة جديدة خالص. حاجة اسمها سكافنجر. احنا قلناها قبل كده في الامالجم لو انت فاكر لهادي يعني ايه? يعني الزنك بيتفاعل مع اي موجودة ويطلع على السطح. وانا بصنع اللوي. بقى نجاي لامم الاكسايدز جي وامشايلها رميها برا متخلص مني. بقى انا حفزت عن ضافة القلوي بتاعي. عشان كده اسمه سكافنجر. ك الناس وينرميها برا. تاني سبب يخلي القلوي السهلا اني حصلها في لو اتخلش جوه الملد بتاعي. الاندية متين بيعملوا آآ آآ الاندية مو قنس عمله كباجيل الزنك. في السكافنجر. والاتنين بيعملوا اكسايد لير. تعمل آآ على السطح بتاع القلوي بقى في اكسايد لير. لما اجي اعمل بورسلين في ستميتل بتشبك في البورسلين. تعمل مع البورسلين. ارجع للشابطة للبورسلين زي ما قلت لك اخر تلت نوع في البوند اللي هي الكيميكا البوند هي دي اللي بيعملها التين والانديام دول. طيب نخش بقى في الجولد اللوية عايزين نتكلم عليها بالتفصيل. على حسب الجولد كونتينت في حاجة اسمها الكارات سبيسيفكيشن هي الايراط. اه ده بيكون البيور جولد بيقارن سميه اربعة وعشرين ايراط. اه وبعد كده بقى شوفها حطيت قد نسبة عناصر تانية غير الجولد. لو زي ما قلنا دهب اربعة وعشرين ده البيور جولد. طب ده اه واحد وعشرين وهو واحد وعشرين كارات. ده واحد وعشرين جولد والتلاتة بقى اي اي عناصر تانية وهي كزا. تمنتاشر يبقى اه اه تمنتاشر جولد والباقي عناصر تانية. اربعتاشر اربعتشر جولد والباقي حاجات تانية. طب رقم اتنين بقى حسب اللي هي من تسمع عن الذهب الايطالي بيقول لك احنا بنقسمه الالف. يعني هنا نسبة اللي هي ايه? اه يعني اه دهب سبعمائة وخمسين يبقى ده في سبعمائة وخمسين جزء من الذهب والميتين وخمسين حاجة يعني شبه بس قلنا السبع الكارات بس دي اربعة عشرين انما دي الف. على حسب وقسمنا التاسيمة جي قبل كده. اه بص كده طبعا الرقم دي مش عليك. اه دي احنا بنقولها علشان شكل توضيحي. اللي هو اه نسبة من تمانين لتسعين. بقى لنا عناصر رهية. بص كده الجدول كده بعينك. على حسب الالوي ديسكريبشن بقى على الحسب وصف ممكن نوصفها على الحسب الكالر. في عندي ييلو جولد وفي وايت جولد. الييلو جولد اللي هو الدهب العادي. نسبة الباليديم مش عالية قوي عشان تعمل وايتنينج. اما للوايت ايه هو? لا نسبة الباليديم زادت عن خمسة في المية. فخلت الالوي آآ بيضة. الالوي از من لي جولد. اغلبها جولد اه بس لونها ابيض. لونها ابيض علشان فيها باليديم اكتر من خمسة في المية. آآ ديسكريبشن على حسب الكبر في حاجة عملناها جديدة اسمها اللي هو الايكونومي جولد. آآ لقانا الدهب برضو سعره بيغلف قلنا ممكن نقلل نسبة الدهب قللناه لنسبة خمسين في المية بس آآ خمسة في المية زود تمانية وقلل تمانية. يبقى من اتنين واربعين لخد تمانية وخمسين في المية. علشان اقلل سعر الجولد. آآ الجولد ده بدلناه سيلفر. يعني طبعا الفضة ارخص بكتير من الدهب. فقولنا هنبدل شوية من الجولد بدل ما هي النسبة عالية كده. لأ انزل بيها شوية. بس عوضها بسيلفر. ظهرت لي مشكلة. ايه هي? ان السيلفر في درجات الحراءة عليها بيحصل له كوروجن. نوع من انواع الطورنش كده وبيقى في مشكلة. فلاقينا حلها ان انا بزبط نسبة الباليديم معاه. فبنزبط السيلفر بحس تبقى تلاتة سيلفر الواحد باليديم. يعني حطيت آآ عشرين في المية سيلفر. يبقى احط آآ تلت بتاعهم آآ باليديم. هزبط نسبة السيلفر تلاتة الواحد بالباليديم. آآ لقينا في مشكلة تانية انك لازم تزبط السيلفر والكبر علشان تمنع الطورنش بتاع السيلفر. يبقى السيلفر هيعمل لي مشكلة مشكلة آآ او مشكلتين هنزبطها بعنصرين الباليديم والكبر. فان السيلفر باليديم ريشو لازم تقوم تزبطها تلاتة الواحد والسيلفر كبر ريشو لازم تقوم تزبطها برضو. آآ يجي لك سؤال جيف ريزون مهم جدا لازم تسيلفر الباليديم رازم تبقى تلاتة الواحدة. الميكانيكا البروبرتز بقى بتاعت مين قريبة من آآ طايب سري وطايب فور اللي هي الهارد والاكسترا هورد. نخش على كلمتين كده بسرعة. دي آآ اقل في السعر من الجولد ارخص منه. والدينيس بتاعتها اقل فتبقى مشكلة في الكاستنج سنة صغيرة. آآ هنتكلم على بسرعة حاجة اسمها سيلفر باليديم اللوي. اول حاجة اسمها سيلفر باليديم بلازمة السيلفر اعلى بكتير من الباليديم. آآ تقريبا ما فيش فيها جولد او كمية الاية الاوي اوي من عشر خمشور في المية. الميكانيكا البروبرتز برضو to35 او مالقائه با بقى نسبة الباليديم اعلى بكتير من السيلفر. فيbقى في الاوي رقم واحد اللي هي السيلفر بليديم لازم تظبط خلي بالك من نسبة السيلفر ريبا تبقى ثلاثة الواحدة. في الباليديم سيلفر انت الموضوع ام بتقطوش في دماغك لسبب ان الباليديم كده كده اصلا اعلى من السيلفر. مع الاوي اسمها الاولين يبقى اكترarım فيها بلديديم سيلفر يبقى الباليديم اكتر من السيلفر. نتكلم بقى على ايه ده? هنرجع معلومة كده وسريعة. ان بتاعه زي زي الكبر. وحادي وسلاسي ده نفس الفكرة. حداشر ونص في المية. التلات عناصر دول. ودي كان معلومة رابعة ان ما فيش هيحصل بينهم. يبقى هنبص على بتاعهم بيقولك ده الدهب بيصيح عند آآ آآ الف تلاتة وتمانين. معني ده بيصيح هنا. الكبر بيصيح هنا. آآ آآ ده اللي هو تحته بيبقى صوليد وده بيبقى اللي فوق كله اللي تحت هنا صوليد. اللي في النص بيبقى لو بيصينا عن درجة الحرارة دي تسوى مية وحد واشر عند ده تقريبا من اللي هم بتدوا يقربوا من بعض. آآ نتكلم بقى في الحاجات الكل دي كبرسيس نبقى اللي هي قصتهم. في عندي حاجتين مش مترتبة. وفيزز مترتبة. جميل? اللي بتبقى من لحاد ربعمائة وعشر درجة الحرارة هنا. دي بتبقى آآ الفيز بتبقى تحت آآ تلتمية وتسعين لو بتاع السيلفر من اربعين لخمسة وستين. آآ وبتبقى آآ آآ تحت ربعمائة وعشرة لو من خمسة وستين لخمسة وتمانين. فكرة الراغي ده كله في ايه? في الاتين. ان انا عندي حاجتين. حاجة اسمها وحاجة اسمها ده هيجي ازاي لما اعمل يعني انا سيحت الالوي ويضب ابتدت تجمد ومحططها في مياه. فيحصل لها يبقى عملتارها بقت الحالة متش مترتبة. لما نيجي نطب عليك في البيت مرة واحدة كجران او كزيارة هنلاقي البيتك مكاركب ليه? نحن طبينا مرة واحدة. يبقى ده رابد كولنج. إنما لأ بنرتب البيت كده بقولك انا جاي لك كمان خمس ست ايام فتاخد وقتك تجهز حاجتك ترتب هدومك ترتب بيتك تزبط الدنيا. يبقى لما اعمل سلو كولنج بالراحة كده. ده مش مترتب. فما فيش فيزز مترتبة ترصبت فيه فبقى مهارجل كده. مش مترتب. فالفيز اللي بتترتب دي بتبقى عاملة صعوبة في حركة فبالتالي لو ما فيش الفيزز دي بقى الديسلو كيشن هتتحرك بسهولة يبقى وليلين ودكتيرتي عالية. هنا هيبقى عاليين عشان فيه ترتبت. آآ فهتقلل القصة دي وهتزود والدكتيرتي بتاعتي هتقل. طيب السوبر اللي هتكون اللي هي هتكون اللي بقولك الحاجات اللي مترتبها لها حاجتين. يا اما ايو سيو يا اما ايو سيو سري. بتختلف بناءا على ايه? على اختلاف نسبة الجولد. اجل ايو سيو سري وال ايو سيو. ده شكله في السنترد كيوبك. شبه الجولد وشبه الكبر اللي وهناهم في الاول. ده مختلفة هو. ده هيتكون امتى? لما تبقى نسبة الجولد من اربعين في المية لاربعة وستين في المية. ده من اربعة وستين في المية لثمانين في المية. جميل? يبقى لو نسبة الجولد اعلى هيكون لي ده. لو نسبة الجولد اعلى هيكون لي ده. هنعمل كولنج ازاي? الاتنين سلو كولنج رتب بالراحة عشان يترتب. الفرق قولنا بين ده وبين ده نسبة الجولد وبس. انما الاتنين لازم ابرد بالراحة. جميل? طيب لما ابرد بالراحة فانا هرتب الفيزيه تتكون. ولما ابرد بالراحة هنزق هرتب الفيزيه هتتكون. سؤال بقى. مين بتاعه اعلى? هم مبدئين كده اللي اتنين بتاعهم اعلى من. يبقى ده كده كده واقع في الارض. مليش دعو بي. انا بتكلم بقى بقى بقارن بالاتنين ببعض. مين بتاعه اعلى? اكيد اللي شكله مختلف. ده تتراجونال. انما ده في كده كده في يبقى لما رصب يعني حالة جديدة هتترصب عشان كاسمها سوبر يعني حاجة اكسترا فوية. لما تبقى شبه مش هتغير في الخواص. ما ده? واللي ترصب هيزود شوية في الاسترينس اه بس مش قوي. طب بصد على الناحية التانية ده. ده اخباره ايه? ده هيزود يعني فيه فيس اه اه في السنتر دي كيوبك وترصبت فيها فيس مختلفة عنها. اللي هي في السنترد تتراجونال. يبقى بتاعي هيزيد. ايه? دي فرانس في السبيس لاتس بتوين البيرانت قلوي والسوبر لاتس اللي تكونت اللي هي. طيب وبناء انا عزالك عندي حاجتين حاجة اسمها وحاجة اسمها هاردنينج هيت تريتمينت. هعمل ايه? تحت السبعمية وبرد بسرعة. يعني ساخن لحد السبعمية درجة. خلاص كده حصل اه تفرق مع بعضها وتبقى مش منتظمة. بعمل لها بردها مرة واحدة. طب عجران مرة واحدة. تبقى ده يبقى لو ده اه تبقى صوفت. طب عايز اعمل هاردنينج هيت تريتمينت بقى. هعمل ايه? علشان ترتب القوضة لازم تنسفها الاول وترجع ترتبها من الاول وجديد. هنعمل ايه? هنساخن الاول عند سبعمية درجة لمدة عشر دقايق وبعد كده نعمل يعني في الاول عملت ايه? عملت خليت 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 اللي عندي مش مترتب. بعد كده اعمل دي بقى. ساخن عند ربعمية وخمسين لمدة دقيقتين وبرد لحد متين وخمسين. تحت المتين وخمسين خلاص انت عملت ما تضيعش وقتك وعمل على طول. جميل? هيترسب لي هنا ايه? في حالة او اول مرحلة هيتديني. لما اعمل بقى هيتديني ايه? هيتديني ايه? هيتديني او يا ده. بناء على اساس ايه? على حسب كنتنت. متفقين على كده? تمام. سؤال بقى. ام تعمل وام تعمل هاردنينج هيت تريتمينت. لو عايز بتاعتي صوفتي بقى اعمل سوفنينج هيت تريتمينت. عايز اهارد اعمل هاردنينج هيت تريتمينت. انا مسلا جيت عملت كراون جولد. هحط الكراون اجربه جوبوه البيشنت لو في مارجن مفتوحة او ما عايز اضغط عليه اقفله ازبط الكلام ده كله بقى انا لما اجي عمل تراي اين اعمل بروفا للكراون المثل هعمله وهو سوفنينج هيت تريتمينت. خلاص اتأكدت عليه مظبوط او ماخد واجيلي المعمل لو سمحت اعمل لي بقى هاردنينج عليه. الشكل ده عاجبني اعمل لي هاردنينج هيت تريتمينت عليه. طب المعمل عشان نعمل هاردنينج هيت تريتمينت هيعمل ايه? الاول يسخن ويبرد بسرعة. علشان ينسف الترتيب الاديمي اللي موجود. افرض يا جدع الترتيب نعمل ترتيب براحتنا بك. فعشان ترتب براحتك لازم تخلي كله يعني الاول تعمل بعد كده تعمل جميل اللي هو ايه? سخن عند ربعمائة وخمسين. واتبرد بحد امتين وخمسين بالراحة. خلاص كله تكون وده نازل فول اعمل بقى ما تضيعش وقتها. طيب سؤال بقى. اه ليه ما بنستعملش في لسببين? اول حاجة ان نزبط الكبر هنا عالية قوي. ما هي الكبر لما يزيد يبقى يبقى مقاومته للصدق والتآكل هتقل ممكن كروجا يحصل. تاني حاجة لاتنين نفس اللي اتنين زي ما قلت لك سواء التقلقي او السوبر لاتس. فتأسيره على الميكانيكا هيبقى مش قوي. الاتنين. تاني سؤال بقى ليه بس هما اللي بنعملوه ليه ما بنعملش طيب وان ودو? عشان نسبة الكبر في بتبقى عالية تسمح ان انا اعمل آآ في طيب وان وطولة النسبة اللي هي لقى ده بنسبته عالية. فبالتالي مش هيسمح مش انا قلت لك ان انا بعمل من اربعة وستين لتمانية وتمانين. طيب وان وطول نسبة الجلد فيهم بتبقى آآ اعلى من النسبة دي. فما فيش كبر ياك في ان انا اعمل اتنين يجي لك بص كده طيب وان وطولة اهمات ما فيش فيهم ما بنتكلمش في ان هما فيها كاست وهاارد. كاست يعني اللي هو اللي انت اسا عامله ما تقدرش تعمله هاردنج. بص هنا في الاتنين. طيب سري وطيب فور في كاست وفي هاردنج. بص كده على الارقام طبعا مش هنحفظ الارقام هنشوفها بالتقريب. آآ شاف هنا اخباره ايه? شاف بيزيد ازاي كل ما نسبة الكبر بتزيد. شاف مقارن بين الكاست والهاردنج شاف بتزيد ازاي بتاعك. بص على تقريبا بتبقى يدليل على البكتلتي بص كده شافت داكتلتي عليه هنا ازاي بص انا بتقل ازاي. بص ده الكاست وده الهاردنج. بتاعتي بتقل بصورة مارفوصة. نتكلم بقى على ايه? العناصر اللي هي مش خالص بتبقى ارخص بكتير من خاصائصهم بتبقى آآ انواعهم كوبلت كروميوم وفي كوبلت كروميوم نيكل وفي نيكل كروميوم واخيرا. آآ الرول بتاع الكوبلت بنحطه تقريبا من التلت للتلتين من آآ خمسة وتتين في المية لحد خمسة وتتين في المية العنصر القوى بتاعي هيزاوي الكروميوم بقى بنحطه تقريبا التلت من تمانية وعشين تلاتين في المية. ليه الكروميام مهمة قوي عشان هيعمل اللي هي الرجع لي شابتر ورجعه لي. اللي بتقاوم الصدى بتمنع التفاعل مع العناصر الخارجية فبالتالي اللي هو يحصل لهاش يبقى ده مهم جدا. هجيب لك سؤال بقى ليه بنحطها? ما تقلش عن اتناشر وما تزدش عن تلاتين. لو قلت عن اتناشر في المية مش هتبقى كافية انها هتعمل لو زادت عن التلاتين في المية هتخلي قوي فمش هتنفع. ليه لان التلاتين في المية ده بتاع الكوبلت والكوروميام مع بعض. لو اكتر من كده ما يدوبوش مع بعض. فيبقى النسبة بتاعتها مهمة جدا. آآ طب النيكل ممكن نحطش نيكل خالص وحط لحد تلاتين في المية لحد تلتل النيكل. النيكل ايه هو نفس الرول بتاع الكوبلت واحيانا بنبدلهم مع بعض. بس هو آآ اقل شوية. يعني بتاعه اقل السنة زنطوطة من الكوبلت. آآ والدكتيرتي بتاعته اعلى شوية. فبيزود الدكتيرتي بتاعت القلوي. يعني لو انا عايز القلوي فيها حبة دكتيرتي شوية ازود النيكل. عايز القلوي مفيش فيها دكتيرتي ازود آآ الكوبلت. آآ النيكل للأسف في بعض المرضى بيكون عندهم حساسية منه فبنستعمل النيكل فري اللوي. التايتينيان بقى اخبره ايه? ده بتاعه قليل الموديوس بتاعه اقل من الكوبلت. هو موديوس قليل بس مقارنة بالكوبلت آآ قليل. دم هو ععلى من الجولد. الاسترينس بتاعه طبعا عالي. آآ بيعمل بتاعته يعني التايتيني هو نفسه بيعمل بتاعته ما بنحطهش علم التاني عشان يحطه في التايتيني مع اللويز. آآ فيها ميزة حلو قوي ان انا لو شلتها في وقتها يعمل حصل لها تكون نفسها في خلال بسرعة تكونها. آآ بيجيلي في شكل كوميرشيا بيورو تايتينيوم يعني الالوي كلها تايتينيوم. او بيجيلي آآ في تايتينيوم اللوي يعني اللوي محطوط عليه عناصر تانية زالفانيديم والاكسجن بنسب مختلفة مش آآ مش محاق يعني ما بنحب مش روحاش بالتفصيل لكم. آآ بقى لنسبتها عشرة في المية تقريبا بنحط موليبدينام. ده وظيفته انه هو فبيزود السيليكون والمانجانيز آآ آآ الشبه الزينكي في التاعة التانية هيعملو دي واكسوديزرز وهيامبروف اللوي تانت كاستبياتي اوفزا اللوي. الكاربون بنحطه بنسبة اربعة من عشرة. كاربون يبقى يعمل كاربايد. زي الاكسجن ما عمل اكسايدز فكاربون هيعمل كاربايدز. الكاربايدز دي مركبات بتترسب في فبتزود. لما تزود لما ترسل في يبقى وهو ماشي هيخبط فيها مش هيعرف يعديها بسهولة فيزود. خلي بالك من نسبة الكاربون نسبة حساسة جدا. لو نسبة الكاربون اقل من اتنين في المية مش هتعمل الكاربايدز. لو نسبة الكاربون اعلى من اتنين في المية هتترسب بصورة كبيرة جدا تخلي اللوي بتاعتك بريتل وفري هورد تتريمي. اخطر عنصر بنخاف منه الكاربون. طب الالومينان بقى بيعمل ايه? بيرصب كده على حاجة اسمها نيكا الالومينايد فيزود. طب البريليان بقى قل لك بيقلل درجة الانصهار مية درجة. يعني بدل ما سيح عند الف وتلتمية سيح عند الف ومتين. بدل ما سيح عند الف وخمسمية سيح عند الف وربعمية. حلوين يوفروا. وتاني ميزة بيزود في الوديتوك استبيتي. بس بطلنا نستعمله خالص على مستوى العالم اتمنع. ليه? لما بنيجي نسخن الالوي الفيبر بتاعته بتبقى كارسينوجينيك بتعمل آآ في اللانج وتعمل كانسر في اللانج. فللتكنيشن مش للبيشنت. وهي في الفيبر وهي بتتصن بتتسيح في المعمل. فبطلنا نستعمل البريليام خالص. تلاقي كده كل الالويز مكتوب عليها ايه? بريليام فري. آآ آآ عشان الجولد ما بيصديش الجولد ازا نوبل متل. طب البيز متل بتصدي? لأ ما بتصديش ليه? عشان فيه خالباك مفارق بالاتنين. في حاجتين تانيين انيك الممكن يكون اليرجي لبعض البريليام فيبر ايس كارسينوجينيك. آآ طب نتكلم بقى على بتاعتهم اللي ترنش وكرون رزيستنس الجولد ما بيصديش عشان هو نوبل. البيز متل ما بيصديش عشان عندي باسف لير. الكالر طبعا الجولد قال له مش محتاجينه انه لونه يالو كالر لو نسبة الجود والكبر عالية. آآ تبقى امتى لو نسبة البلاتينام والباليجيام زادت الباليجيام بالزات زادت عن خمسة في المية فتبقى اللي هو اللونها ويت. انها ملبيز متل كلها آآ على بعضها وايت. الملتنج رينج من تمنمائة لالف تقريبا. ده الكوبالت كروميوم آآ الف وخمسمية. نيكا الكروميوم الف وتلتمية. الطايتينيوم الف وسبعمية. واو. طب من خمشر لتمنتاشر. الكوبالت كروميوم تقريبا النص. التايتينيوم تقريبا النص بتاع دي يعني النص النص النص. زي ما انت النص او ده واحد ده يبقى نظلص ده رابع. حتى بقى لك التايتينيوم كده في مشكلتين لحد دلوقتي. ودينستي قليلة. طب الكوفيشن سوري الاكسبانشن آآ الاتنين تقريبا اربعتشر وتمانية ده اربعتاشر التايتينيوم لأ قلت جامد. طب اخباره ايه هنا واحد وستة من عشرة وهنستعمل له كل ده اللوي. آآ سوري آآ كوبالت كروميونيكل كروميوم. آآ اتنين وتلاتة من عشرة نستعمل لهم فوسفيت بلسبيشيال ليكويد او آآ سيليكيت بوندد. طب التايتينيوم كام? تلاتة ونص. دي ايه لحوسة دي? يعني يكش بنسبة تلاتة ونص او. طب هنعمل له ايه? فاكر في الانفستمنت اخر نوع قلتلك عليه في في الجيبسن آآ اخر نوع قلتلك له طايب فايف قلتلك دل هاي اكسبنشن قلتلك عشان بنستعمله بنستعمله مع الجديدة اهي دي. اوكي? طيب المدوس فلسطيسي بتاع الجولد والييلد سترينس والهارد سترينس بتاعهم تقريبا قليل والدكتيريتي عالية. البيزمتة للعكس. يعني دول اقوى من الجولد. طب زي ما قلنا ده جيب سنبود انفستمنت فوسفيت بوند انفستمنت ميكس بزوتر. انما البيزمتل آآ خلي بالك من كلمة مهمة كده كاربون فري ليه? لو انتك نسبة الكاربون حسسة جدا. لو شم كاربون اللي قال له يبتبوس. كاربون فري مين بقى? فوسفيت بوند انفستمنت ميكس بسبشيا الليكويد. اللي هو السليكا سول او سليكيت بوند انفستمنت. شكل هنا بتكون متالك زي ما شفنا في الشطر انفستمنت انما جيبت بقى رابر. الكروسيبول اللي هي بنسيح فيها المعدن. في حالة الجولد مش فرق. سواء كاربون او سيراميك اي حاجة مش فرق. انها في حالة السيراميكس لازم آآ في حالة البيزمتة لازم تبقى سيراميك باي حال من الاحوال. وجيب ليه? لان الكاربون لو استعملت كاربون آآ كروسيبول اللي هي بتاع اللي بنسيح فيها دي. المعدن وهو بيسحة يشم الكاربون يعمل بتتريمي على طول ما بنستعملهاش. في الملتنج هنا استعمل لي آآ جاز ايرتورش اللي هو الفليم العادي. بتسيح على اساس ان بتسيح درجات حرارة انت صار اهال. انما هنا كوبالت كرومي مونيكا الكرومي بيسدعم الاكس استيلين. اللي هي انبوبتين زي الراجل بيستعملهم البلحم اللي بيهم العربيات والكلام ده كله الراجل بتاع اللحام. انبوبة اكسجين وانبوبة اسيتيلين. وبيقول لك خلي بالك زبط نسبة الاكسجين والاستيلين ليلة والاكسجين اللي هو يبقى اكسي اسيتيلين. زبط لاتنين. اكسجين زياد اكسايدز كربون زياد كاربايتز. الطايتينيون بلا لا. الطايتينيون بسيح عن درجات حرارة اعلى. الاكساسلين مش هيجيبه. فبنعمله بنسيحه عن طريق الحرارة. اي عن طريق الكهرباء. الكاستنج ماشين اللي هو بنضغط فيها بشوية هو كده الدنيا بسيطة سهل يعني مش محتاج فرص جامدة لان الجولد اللوي الدينيسي بتاعته عالية. الكوبالت كروميوم وانيكا الكروميوم الدينيسي بتاعتهم النص. فبحتاج ما كانة كده بتاعت تعمل آآ لف كده. قوة طرد مركزية علشان ادخل اللوي. في حين الطايتينيوم بحتاج الاتنين مع بعض. وابدع يا رب بتخش. ليه? لان الطايتينيوم الدينيسي بتاعته الربع بتاعت الجولد. مش انا قلت لك الطايتينيوم فيه الدينيسي بتاعته بتقل بزيادة. اربعة ونص في حين ان كانت في الجولد من تقريبا ستاشر في النص. يبقى ستاشر وتقريبا الكوبلت كروميوم تقريبا تمانية والطايتينيوم تقريبا اربعة. فاتبالك من الفرق الجامد ده. فالطايتينيوم بحتاج الاتنين مع بعض. الفنشنج اند بوشنج بقى في جولد اللوي بنعمل حاجة اسمها كلمة يعني تخليل. آآ مصطلح يعني تتشبيه مجازي. بنعمل ايه? بنجيب الجولد اللوي. بعد ما عملت لها الكراون بتاع الجولد ده. وبحطه في حاجة شبه المعلقة كده. آآ بحط فيها اتشي سي ايل فيها حمض اتشي سي ايل وبسخن شوية كده بولاعة كده حاجة خفيفة. بتلاقي لالوي بتاعتك شالت كل الاكسايدز اللي عليها والحاجات المش نضيفة دي وتنظفت بمنتهى السهولة ما فيش فيها مشكلة. بعد كده تجيب شوية رابر كابس اللي هي الكويتشات اللي بتلمع بيها والدي نتسهل. في البيز متل? لا المشكلة صعبة عندي في البيز متل. ليه قال لك البيز متل عليها لو شمت زي البيز متل دي تتضمر. فما ينفعش. جيف ريزون مهم جدا. ليه بنعمل آآ في الجولد ما بنعملوش في البيز متل. قال لك اصد بيجلين شود نو بيوز تو افويد ريموفينج اوف باسف لير وبتالي يحصل كروشن. اما هنعمل ازاي حاجة اسمها ساند بلاستنج. ايه ساند بلاستنج ده? جهاز بيطلع حبيبات راملة في طيار هوا جامد. يعني بنجري راملة جوة طيار هوا فرر. حبيبات راملة جوة ما تيجي تخبط على سطح المتل تنعمه وتخليه نظيف. تاني حاجة بعمل آآ آآ عارف الطلاق بالكهربا ده العكس بتاعه. الطلاق بك اسمه ده الطلاق بالكهربا. انما ده اسمه يعني بحلل بيها. اللي هو عكس